كابتال خالد بيحاول ينجح في المكان اللي هو فيه والصراحة من أول السنة كلنا يعني ما أسطرش مع الفريق في أي حاجة بالنسبة لنا جاب لنا صفقات كويسة والآخر حاجة للصفقة بتاع الكامورة ودعم الفريق السنة دي بلعيبة كويسة من برى النيدي وصغيرين كويسين وعمل لنا حاجات كويسة كادت الفرقة كانت متأخرة علينا بأنك خمس ست سنين مثلا كنا نشنعرفين عنها أي حاجة الصراحة في تطور كبير جدا وعنا عرف له هذا علام مننا عشان النتائج بتاعتنا ما كانتش أحسن حاجة في الدوري وكده الكتغال العواضي أخوية احنا بدين مع بعض هنا في النادي من سنة تمانين هو طبعا من ولاد النادي أنا جاي من برى أنا جيت هنا سنة خمسة وتمانين ومن أول الناس اللي احتضروني في النادي الأهلي طبعا حدث مرمى كبير من حراس منتخب مصر تدرجنا مع بعض فرق النشرين والشباب في النادي الأهلي وصعدنا مع بعض بفريق الدرجة الأولى لابنا مع بعض منتخب الناشئين والشباب وهنا بطولة أفريقيا هنا في مصر لابنا بطولة عالم مع بعض هو طبعا كان حارس من الحراس المميزين جدا في مصر أنا بطلت أول ما كابتن خالد ميسك نشوط الرياضي وطبعا كان راجل متعاون معنا جدا في كل الحاجات اللي اتعملت لنا من أول تعييننا لطلبات احنا طلبناها للقطاع بتاعنا لما نمسيكم شواء الله احنا النادي القلب يبقى ماشي كل واحد يعني قبل كابتن خالد كان فيه كابتن روفي عبداليادر عمل شغل كويس جدا كل واحد بيسامل لبعده وكابتن خالد دلوقتي بالله أنا حاسه منه هو بيحاول يعمل صفاقات كتير جدا في كل الألعاب لو اللي بقى فيها أقل شوية بيزودها أكتر يعني هو مش لو هو عامل عدده خلاص اللعيب اللي هو بيجيبه يبقى العيب هيضيف للنادي مش لو هو مش بالعدد هو العيب إضافة للنادي مش إضافة بيحاول يجدد لكل الناس يحافظ على الفرقة كلها كابتن خالد العوادي طبعا قامة من قامات النادي الأهلي والهاند بول في النادي الأهلي طبعا بعد ما مسك ملف النصاط الرياضي بقى مدير النصاط الرياضي يعني دايما إحنا بنحس إن هو معانا في الملعب على طول يعني مش قاعد في المكتب فوق وبعيدة عن الألعاب لا يعني مثلا في الكرة الطائرة لا معانا جدا على طول متواجد معانا في التمارين بيشاركنا بقراءه كتير جدا السلبيات والعيوب الصفاقات الجديدة اللي بقى ليه دور كبير جدا لها يمكن يعني فيه طفرة كبيرة وبتحصل في النصاط الرياضي مع كابتن خالد العوادي السنة دي اشتركوا في القناة